بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أطلق مجلس الشارقة للتعليم مبادرة يستحقون السعادة والتي تهدف إلى نشر التعليم والوعي الثقافي والصحي والاجتماعي لفأة الأميين الراغبين باستكمال دراساتهم من أبناء الإمارة من المواطنين بالتزامن مع عام الخير 2017 صفا طالباته قد تجاوزنا الخمسين هدفهن واحد وهو استثمار مبادرة يستحقون السعادة لتعليم الكبار والتي نظمها مجلس الشارقة للتعليم تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية إلى تمتين هذه الفئة من قراءة القرآن الكريم تم حصر عدد الأميين في الإمارة وتم التواصل معهم وحصرهم وبعد ذلك تزيعهم على عدة فئات الله يطول في عمره شيخ سلطان وخلانا نكتب نقرأ نفتح عيوننا يعني نور هذه المبادرة من أهم المبادرات التي ينفذها المجلس هذا العام نحو شريحة مهمة من المجتمع حيث بلغ عدد الدارسين خمسة وثلاثين دارسا ودارسة في مجلس أولياء الأمور بالشارقة ومركز البطايح ومركز التعليم المسائي ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وبعض من المدالس الحكومية فيما يشهد الفصل الثالث والأخير بداية تعليم عدد من الغير القادرين على التحرك بالوصول إلى بيوتهم بواقع خمس حالات في الحمرية والذيد والمنطقة الشرقية تم فتح مركزين مركز في مجلس أولياء الأمور في الشارقة ومركز في نادي البطايح كم تعاقد مع معلمات مختصات بتصريح من الوزارة التربية والتعليم وباعتماد منهج كذلك من وزارة التربية والتعليم هم إن شاء الله عندهم استجاب لهذا الشيء فنكتب أنا أكتب لهم مثلا على تصبورة يعني أنا وعلهم وسائل التعليمية استخدمهم داتاشور فيديو الصبورة العادية نشكر الشيخ سلطان على هالمبادرة أني فتح لنا هالمكان وبدأنا نتعلم ونقرأ وإن شاء الله أننا بنقرأ وبنكون مستفيدين من معلومة هذه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الإمارة قامت في وقت سابق بتذويد مجلس الشارقة للتعليم بعدد الحالات الناتجة عن التعداد تضمنت ست فئات هي الأيتام والأرامل والمطلقات والمهجورات وذو الإعاقة وكبار السن والأميين الراغبين في استكمال تعليمهم والبحثين عن عمل تأتي هذه المبادرة لتكفل حق التعليم للكبار باعتبار أن التعليم حق مكتسب وتذليل جميع الصعاب أمامهم لأنهم يستحقون السعادة لأخبار الدار هدى سالم من مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات الشارقة